أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة المراجعات لمجانية نهائية لطلاب الثانوية العامة أونلاين وتأتي تلك المبادرة إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بأهمية دورها المجتمعي تجاه الفئات المستهدفة كافة خاصة الشباب طلاقا من الضر المجتمع لمؤسسة حياة كريمة اللي نخفف على كهل الأسر المصرية في هذا التوقيت أطلقنا مبادرة تقدر في عشر تيام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الوزارة في اختيار الأساس الأوائل في كل مادة للي نحن نسهل على الطلبة اللي بيابرق عددتهم تقريبا حوالي 75 ألف طالب سيقودوا مارسون السنوات العامة هذا العام عندنا 16 مادة خلال عشر تيام إن شاء الله هنكون غطينا 16 مادة توجيهات السيد الرئيس هو تخفيف أي معاناة عن الطلاب فكانت الفكرة إن يكون في تعاون بين مؤسسة حياة كريمة وبين وزارة التربية والتعليم وبالفعل تم التنسيق مع الوزارة إن هيتم توفير محاضرات مجانية لكل طلاب السنوية العامة على مدار عشر أيام هيتم شرح 16 مادة الوزارة اختارت مدرسين أوائل وخبرة والمدرسين دول هم اللي شاركوا في وضع بنوك الأسئلة لتامتحانات السنوية العامة بالإضافة لكده إن الوزارة كمان وفرت بوكلت فيه أسئلة للمراجعة وفيه إجابات نموذجية للأسئلة شفت البوست على الفيسو كده 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 الملسم نزلها توقع إن شاء الله يبقى فيه حاجة قبل الامتحانات وإن إحنا مع مراجعات وكده نجيب إن شاء الله دهاجة في السنوية العامة جاية أم كانوا كتبين في جروب المدرسة وكتبين إن هي فيه مراجعة إنجليش هنا وفيه باقي المواد كلها فمجاناً وهيوفر مراجعات كثيرة جداً إن شاء الله وهيبقى مراجعة مهمة جداً إن هي مجاناً إن إحنا طول السنة كنا ندفع مصاريف كثيرة جداً ممكن تخليني أخد بالي من حاجات أشد أكتر في المذاكرة لو أقع مني وممكن تخليني راجع على كلمات أكتر وأسئلة ممكن تتمهلي إن مش الامتحان هيجي أوفر لأ هيجي كويس ونحل كويس ونعدي شغل مدرسين كويس جداً كل مدرسين بيساعدوا الطلبة خاصة إن المدرسة لما عملت مبادرة زيدي فهي بتساعد الطالب أصلاً هو يتعرف على شكل الامتحان مستويات كويسة هي طبعاً هتفيدنا كتير جداً وهتساعدنا في إحنا عرف مستوى الامتحان والأسئلة وكلامنا كله